مرحبا بالجميع وفيديو جديد وصفات طبيعية أم فارس وهي مجربة مرارا وتكرارا ما تنسوا تعملوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وما تبخلوا علي بلايك وبتعليق جميل ومحترم وشيروا هذا الفيديو استحق تشيروا على الأصدقاء لأن هذا الماسك لما تجربوا حتدعوا لي بجد هذا الماسك رائع وبيديك مفعول في نفس اللحظة اللي انت بتحطي فيها أخوات اللي عندهم تجعيد تحطوا مرتين في الأسبوع وصحوا هنا على الجميع أول مكون حبيباتي هو صفار بيضة البيضة تكون بحرارة المطبخ حتاخدوا بيضة بحرارة المطبخ الصفار فقط وحتزودوا عليه معلقة صغيرة من النشا والمكون التالت اللي هو نيس كافي ما تاخدوا القهوة العربية أو القهوة التركية لا نيس كافي هذا الماسك نعملوه بالنس كافي بعد ما أخذنا صفار بيضة بحرارة المطبخ زودنا عليها معلقة صغيرة من النشا ومعلقة صغيرة من النس كافي وحتخلطوا هذا المكون جيد جيد لغاية ما يصبح شكله شكل الكريمة وأخوات اللي عندها بشرتها دهنية لما تحطي حبيبتي هذا الماسك أو أي ماسك أو أي قناع ما تدهني بشرتك في أي ماسك بعد ما تغسل الماسك ما تدهني بشرتك يكون أحسد عشان يشرب هدك الدهون اللي في البشرة الأخوات اللي بشرتهم جافة أو مختلطة أي ماسك عملتوه لازم تدهنوا البشرة بأي كريم أو أي زيت متوفر عندكم في البيت اخلطوا هذا المكون جيد جيد لغاية ما يصبح نفس الكريمة وما تنسوا حبيبتي المقشر ضروري تحطوا المقشر مرة في الأسبوع عشان ينظف لكم هذا الجلد الميت والطبقة الميتة عشان أي ماسك أو أي قناع حطيتوه ببان مفعولة في نفس اللحظة وبتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويدعموا هذا الفيديو شيروا على الأصدقاء واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا واستنوني إن شاء الله في بعض المتتبعات طالبين مني خلطات الشعر وماسكات للبشرة إن شاء الله الفيديو القادم والفيديوهات القادمة اللي جاي إن شاء الله بعمل معاكم كتير وصفات لهي مجربة مرارا وتكرارا وصحوا هنا على الجميع وبقول لكم مع السلامة الفيديو القادم إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى